فرضت معادلة ارتفاع درجات الحرارة في المسجد الحرام وبخاصة الساحات الخارجية منها في البحث عن تقنية تساهم في تلطيف الأجواء وخفض درجة حرارتها من أجل توفير سبر الراحة للزوار والمعتمرين من هنا جاءت فكرة تقنية مراوح الراذاذ التي تعالج الحرارة وتقوم بتبريد الأجواء في الساحات الخارجية للحرم المكي الشريف تشرف إدارة التشغيل والصيانة بالرئاسة العامة والمسجد الحرام والمسجد النبي على مراوح الراذاذ بالساحات الشرقية والغربية والتي يبلغ عددها 228 مروحة موزعة على جميع ساحات المسجد الحرام وبقطر يبلغ 38 بوصة وبسرعة تدفق هوى 1100 CFM ساعات تشغيل تقدر ب16 ساعة يوميا تبدأ من قبل أوقات الصلوات إلى انتهاء صلاة التراويح وتغطي أغلب أوقات اليوم ويتم إيقاف المراوح إذا زادت نسبة الضباب وتعمل تلك المراوح عند تجاوز درجة الحرارة 30 درجة مئوية ويعد نظام مراوح الراذاذ الأنسب والأفضل لتكيف الهواء في الأماكن المفتوحة كما أثبتت الدراسات قدرتها على خفض درجات حرارة الهواء الخارجي إلى أكثر من 9 درجات مئوية مميزات هذه المراوح أنها صديقة للبيئة بحيث أنها تستهلك ربع ما تستهلك منطاقة كهربائية التي هي المكيفات العادية الموجودة في المنازل لذلك هي داعمة للبيئة وقلة ثاني كسيد الكربون الصادر منها تم تركيب مراوح الراذاذ بطريقة جمالية لفتت أنظار زوار بيت الله الحرام يتجمعون حولها مستمتعين برطافة أجوائها مؤكدين على إعجابهم الشديد بها فيصل السلمي الإخبارية مكة المكرمة